موسيقى مرحبا بكم في هذه النشرة والتي نستهلها بالعنوين وقفة شعبية في دمشق وحلب للمطالبة برفع الإجراءات القسرية وحضية الجانب المفروضة على سوريا اتجهت من الأراضي السورية إلى العراق الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من نفط الجزيرة السورية مصاعدة روسية وإماراتية وكويتية إلى سوريا لإغاثة منكوبي الزلزال اهلا بكم استشد شاب وشقيقته بانفجار لغم من مخلفات إرهابي تنظيم داعش خلال ذهابهما لجمع الكمأة في منطقة دويزين بريف سلمية الشرقي وذكر مصدر في قيادة شرطة حما أن لغما أرضيا من مخلفات إرهابي داعش انفجر بشاب وشقيقته خلال ذهابهما لجمع الكمأة في أراضي منطقة دويزين بريف منطقة سلمية الشرقي ما أدى لاستشهادهما نظم الحزب الشيوعي السوري الموحد والفصائل والقوى الفلسطينية وقفة تضامنية في ساحة عرنوس بدمشق للمطالبة برفع الحصار والإجراءات القسرية وحادية الجانب المفروضة على سوريا وأكد المشاركون أن الوقت حان لكسر هذا الحصار الظالم على سوريا وإلغاء الإجراءات القسرية وحادية الجانب المفروضة عليها معربين عن ثقتهم بأن سوريا ستعود لمكانها الرياضي على كل الأصعدة والمستويات القطرية والإقليمية والعالمية وستحرر كل شبر محتل فيها وأحذر المشاركون من أن استمرار الحصار والإجراءات القسرية في خضم أزمة الزلزال المدمر وانعكاسات الحرب على سوريا تزيد من وطأة المأساة وتطيل من أمد الدمار والمعاناة الذين يواجههم الشعب السوري منذ بدء الحرب الإرهابية عليه والتي دمرت وبشكل ممنهج الكثير من مكونات البنية التحتية وبالتالي تقويض الجهود الحثيثة نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في حلب أيضا وقفة تضامنية مع الجمهورية العربية السورية شعبا وحكومة للمطالبة بكسر الحصار الجائري ورفع العقوبات الوقفة جاءت بدعوة من الحملة الدولية لكسر الحصار المفروض على سوريا بالتنسيق مع الأحزاب والمنظمات والجمعيات الوطنية في سوريا بتزامني مع وقفة تضامنية لنفس الهدف في أكثر من عشرين مدينة حول العالم لا نستجدي أمريكا ولا نطالب برفع العقوبات لأن أمريكا هي الجلاد والقاضي بالوقت ذاته لذلك نحن نطلب من شرفاء العالم كسر هذا الحصار وجعله أمر راهن لأن سوريا احتضنت كل العرب وكل المستضعفين بالعالم ولها الحق برقبة الجميع أن يقفوا اليوم إلى جانبها خلوا لهم كم أنتم واهمون جيما لا تتعلمون من خيباتكم أتظنون أنكم بقانون قيصركم أن تبعدوا شعبا التف حول قائده وبادله الحب بالحب والوفاء بالوفاء فهو الذي رفع السماء بغير عمد ورفعوا أن نزل محمدا بالحق بأننا لن نهزم وبالتأكيد لن نهزم ولو نتناول العلقم ومهما في الأزى نقحم فنحن سبيكة الزهب التي حرقوا ولم تضرم ندعو جميع العالم الفك هذا الحصار وقانون قيصر هذا الجائر لم يجدي شيء الشعب موجود والقيادة موجودة ومتفين حول القيادة نحن شعب مسالم يحب الحياة نريد رفع قانون قيصر عن هذا الشعب كفى موتا لأطفالنا كفى دماءا كفى 13 عام حرب وحصار قانون قيصر انكسر من أول ما طلعت الطيرات الجزائرية بالجو والطيرات التونسية والعرب الشرفاء الذي وقفوا إلى جنبنا هم كسروا قانون قيصر والخليج وجميع العرب الشرفاء نعم 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 نحن ضد أمريكا تدعي بالإنسانية وهي ضد الإنسانية فليدرك العالم تماما أن هذا الشعب العظيم بهذه القيادة العظيمة سيكسر الحصار وسيكسر الاحتلال الأمريكي والتركي الغاسب على الأرض سورية طالما هناك قيادة حكيمية بقيادة القاعدة العظيم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد وهذا الشعب المقاوم سوريا ستتصر سوريا ستتصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفدت قيادة الحجد الشعبي العراقي بمحافظة الأنبار بأن القوات اتخذت أقصى درجات الحيطة والحذر في مناطق صحراء الأنبار الغربية وحسب ما ورد رفعت قوات الحجد في صحراء الأنبار الغربية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا درجات الحيطة والحذر على خلفية ورود معلومات تفيد بنية فلول داعش مهاجمة القطاعات العسكرية في قضاء هيت سرقت قوة الاحتلال الأمريكي دفعة جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة السورية ونقلتها إلى قواعدها في الأراضي العراقية ذكرت مصادر أهلية لبكالة سانا أن رتل يضم 23 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريجة معبأة بالنفط المسروق تجهت من الأراضي السورية إلى العراق عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف العربية فأفدت المصادر في السياق ذاته بخروج 34 آلية على دفعات بينها شاحنات وصهاريج محملة بمدى النفط السوري المسروق عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف العربية وجهت ميليشيا قصد انذارات لعشرات المدنيين وطلبتهم بإخلاء منازلهم في الحسكة والرقة دون توضيح السبب فرجحت مصادر أنها تنوي الاستيلاء عليها بزعم تحويلها إلى مناطق عسكرية بحسب مصادر محلية تستعد الميليشيا للاستيلاء على منازل المدنيين في السكن الشبابي جنوب مدينة الحسكة بعد مرور أيام على توجه انذار مماثل للقاتلين في الطوابق الأرضية والأقبية بمساكن عمال الجبسة إلى الجنوب من سجن الصناعة في حي غيران بالمدينة بدأت عمل تأهيل جزء من محطة مياه بسيدة التي تغذي منطقة معرات النعمان في ريف إدلب المحرر وذكرت المؤسسة العامة لمياه الشرب في إدلب أن المحطة تعد واحدة من أهم وأكبر محطة المياه في ريف إدلب وتحتوي على 17 بئر غاطصة سيتم تجهيز أربع منها خلال هذه الفترة إضافة إلى مضخة أفقية مع تركيب مولدتين كهربائيتين بستطاعة 650 كيلو فولت أمبر بعد تضرورها بالكامل وسرقة محتوياتها بفعل الإرهاب أعمال التأهيل تبدأ في محطة مياه بسيدة الواقعة إلى الجنوب من معرّة النعمان بكلفة مليار وستمائة مليون ليرة سورية تشمل تجهيز أربع آبار مع خطوط الضخ والإسالة إلى الخزان الرئيس عادة تأهيل جزئية لأنه نحن عنا 17 ربير بخدم مدينة المعرّة سنجهز منهم أربع آبار بالإضافة إلى تجهيز مضخة أفقية واحدة تركيب أربع لوحات للآبار الغاطسة ولوحة للمضخة الأفقية بالإضافة إلى عزل البيارة وتدقيق بخزان المداجن اللي بتوصل المي اللي عنده وبتشرب منه مدينة المعرّة بالإسالة طبعاً بالإضافة إلى تركيب سكورة وسيانة خط الضخ وخط المجمع بالنسبة أنه بس توصل المياه لخزان المداجن نفتح المي بالإسالة لمدينة المعرّة بعدها نحن نبدأ باختبار نقطي للشبكة اللي موجودة بالمعرّة من أسمى لحلقات وكل حلقة لحلقتها منشوفها منشوف شوضعة سليمة وهيك بتكون الأهالي اللي موجودة بالمعرّة صارت تشرب مي آمنة وسليمة من محطة مياه بسيدة المشروع هو بداية لتأهيل المحطة بالكامل والتي تضم سبع عشرة بئراً وتعتبر من أضخم محطات المياه بريف إدلب الجنوبي تغذي مدينة معرّة النعمان والقرى والبلدات التابعة لها المشروع بهدف إلى إيصال المياه للمعرّة النعمان وهالمشروع تكلفته حوالي مليار وشي ستمائة مليون بهدف بعض التجهيزات نجهز مضخات الأفقية والمحركات بالإضافة إلى المولدات وبعض التجهيزات واللوحات اللي يتم العمل بشكل كويس نقدر أكبر كمية مي نحسن نوصلها للمواطنين بناء وتأهيل البنى التحتية التي تعرضت للتدمير الممنهجي خلال سيطرة الإرهابيين على المنطقة هي خطط الحكومة السورية لإعادة الحياة والخدمات لسكان المناطق المحرّرة بما يدعم عودتهم واستقرارهم في منازلهم تواصل الفرق الصحية تتابعة لمديرية الرعاية الصحية الأولية في بزارة الصحة على مدار الساعة تقدم خدمتها للأهل المتضررين من الززال المقيمين في مركز الإيواء وخارجها بالمحافظات المنكوبة بالإضافة لمتابعة حالتهم الصحية وذلك وفق مديرتها الدكتور رزان طربيشي كما أوضحت الطربيشي أن الخدمات التي بلغ عددها أكثر من 100 ألف خدمة تتضمن الدعم النفسي والتثقيف الصحية والترصد التغذوي والصحة الإنجابية وتوزيع الأدوية وتقييم الحالات التي تحتاج إلى أخذ اللقاح وأعطاء المستحق منها إضافة إلى ترصد الأمراض المشمولة باللقاح ومتابعة الحالات المشتبهة لإجراء الأزم دماغ في سوريا لحظة تظهر حقيقة السورية مثل ما أظهر حقيقة العرب اللي بحفظه أظهر حقيقة المواطن السوري اللي هو باند وما يتحيي عنه درب يؤدي لدرب جديد وخلف المسافات وعد وعيد أرى العنفوان وثوم القصب أرى منزلا مشرعا للضياء أنا ما أريد أنا ما أريد أنا ما أريد وصلت دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم السادس والعشرين على التوالي إرسال المساعدات الإغاتية للمتضربين من الززال في سوريا والتي تأتي ضمن عملية الفارس الشهم الثنين وبلغ عدد الرحلات إلى سوريا أكثر من مئة وثلاثين طائرة شحن حتى الآن محملة ببواد غذائية وطبية زينتها أكثر من أربعة ألاف وخمسمائة طن وكانت قيادة العمليات المشتركة وضمن عمليات الفارس الشهم الثنين وبالتنسيق مع وزارة الصحة وبقاية المجتمع والهلال الأحمر الإماراتي قد أهدت الجمهورية العربية السورية عشر سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة سيمبرار لجهود الدولة في إغاثة الأشقاء في سوريا عقب الززال الذي تأثرت به وقال الدكتور سالم لفلاسي المكلف يمتبع الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية والصحية في سوريا نتابع منذ تواجدنا بعد وقوع الززال في سوريا وحتى الآن الوضع الصحي عن قرب من خلال زيارة عدد المستشفيات والاطلاع على أوضعها ورصد احتياجاتها من مستزمة طبية وأدوية وذلك ضمن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل استجابة للمبادرة التي أطلقتها غرفة تجارة دمشق حول بناء مقاسم على الهيكل لمتضرر الززال في اللاذقية وحلب وصلت قيمة تبرعات التجار إلى نحو أربع مليارات ونصف المليار ليرة حتى الآن وقالت الغرفة في بيانها الامتنان والشكر يعطي حافزا أخلاقيا يشجع الآخرين على تعزيز الأعمال الخيرة وتقديم المساعدة ومن هذا المفهوم تتقدم الغرفة بالشكر للتجار على ما قدموه ويقدمونه لإنجاح هذه المبادرة ليسهموا بكل روح إنسانية ومحبة بمد يد العون لأهلهم في المناطق المنكوبة وكانت الغرفة قد تعهدت خلال اجتماع استثنائي منذ نحو أسبوع ببناء مقسمين على الهيكل بشكل مبدئي لمتضرر الززال في محافظة حلب واللاذقية داعية إلى أن يكون للغرفة دور مهم في دعم متضرر الززال على أن تقوم بالتواصل ودعوة تجار من مختلف القطاعات للمساهمة المالية كل تاجر حسب إمكانيته سجل المصرف الزراعي التعاوني وبحمص خلال العام الماضي ارتفاعا في قيم الإقراضات نتيجة لزيادة الإقبال على شراء الجرارات وتجهيزات الطاقة الشمسية هذا وبلغ إجمالي قيمة القروض التي تم منحها للمزارعين بالقطاع التعاوني والإفرادية في العام الماضي ما يزيد على ثلاثة مليارات وثلاثمائة وستين مليون ليرة سورية كاشفا عن أن قسما كبيرا من قيمة تلك القروض كانت لقروض الطاقة الشمسية بقيمة إجمالية تقدر بلحوة تسعمائة مليون ليرة سورية أحدث الززال الذي ضرب محافظة حماء ضرارا في بعض المخابز تراوحت بين الكبيرة والمتوسطة والخفيفة وهو ما تطلب حلا سريعا لإعادة درميمها وتدعيمها تجنما لحدوث أي طارئ وانقطاع الخبز عن أهالي المنطقة لا يختلف مشهد المنازل المتضررة نتيجة الززال عن مشهد المخابز في محافظة حماء فهنا تبدو الأفران تعمل بشكل جيد لتأمين الخبز للأهالي رغم الخطر الذي شكلته الأضرار لسيما بعد الكشف عليها من قبل لجان السلامة الإنشائية العامة شكلت لجان في المحافظة كشفت على جميع المخابز المضررة وأعطى التقارير الفني بموجب تقارير فني أصولي موقع من السيد المحافظ لإستدراك الأعطال والأضرار الموجودة بالمخابز كله متوفر بالسلزمات الإنتاج لحد هذا اليوم لم ننقطع يوم واحد عن التقيق الخميري الملح لم ننقطع أي يوم الكشف على الأفران في المحافظة تم من قبل لجان السلامة وأرسلت تقارير الكشف إلى المعنيين فيما تبقى الأفران على وضعها المتضرر ريثما يتم اتخاذ قرار بترميمها وإعادة تدعيمها بشكل جيد حتى لا تتوقف عن العمل في حال حدوث أي طارئ جديد من ما سيتسبب في انقطاع المادة عن الأهالي أجت لجني من المحافظة طلعت على الوضع وصورت كافة التشققات والأضرار والتصدعات بالعوامل خصوصا بالعوامل أنا بركز على كلمة العوامل وهي أهم شيء صار في تصدعات كبيرة ما كنا نلاحظها من قبل المخبز منشأة قديمة ونتيجة العوامل الجوية وإجا الزلزال توم عليها أنه كثير تعرض المخبز لتصدعات مثل ما شفنا بالعامل دي مثل ما شفنا فيه بالأسقف من فوق كماني فيه عندنا تصدعات كثير موجودة بالمخبز بيأثر على سلامة العمال بيأثر على سير العمل الإنتاجي داخل المخبز نحنا منتمنى طبعا إجا من عندنا من الفرع المخابز وأخذ نظر عامي عن الموضوع ونحن نتمنى أنه باشر بإعادة تأهيل المخبز لسلامة الجميع وسلامة الأمن للغزائر الأضرار الناجمة منها ما يشكل خطرا على أساسات البناء كالتصدعات في الأعمدة ومنها بسيط كصدوع في الجدران وتساقط السيراميك بالإضافة إلى أضرار في الزجاج وفي كل الأحوال فأن إصلاح هذه الأضرار يتطلب سرعة في التنفيذ تجنبا لحدوث أي طارئ نقش الاجتماع الذي عقد في وزارة الزراعة برئاسة وزير زراعة المهندس محمد حسن قطن وحضور مديري الهيئة والمؤسسات التابعة للوزارة ومديري الزراعة بالمحافظات والمديرين المركزيين بالوزارة تنفيذ المشاريع والخطط الاستثمارية لوزارة الزراعة والجهة التابعة لها وتحديد الأولويات لسيما في المناطق المنكوبة في محافظات حلب، اللابقية، إدلب وحمة وتذليل كافة الصعوبات التي تعطارد ذلك وتم خلال الاجتماع استعراض البرامج التنفيذية المنبثقة عن ملتقى تطوير القطاع الزراعي والتي تم من خلالها اعتماد 63 مشروعا والتي سيكون لها أثرا كبيرا في تطوير هذا القطاع بالإضافة للخارطة الاستثمارية التي حددتها الوزارة للمشاريع الاستثمارية في سوريا والتي يمكن أن ينفذها مستثمر القطاع الخاص خاصة ما يتعلق بمنتجات الدواجن والأبقار والأغنام وشركات التسويق والآلات الزراعية كما أكد الوزير أنه سيتم في المرحلة القادمة تشميل المحاصيل الرئيسية والبقولية في الخطط الزراعية إلى جانب المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق التوازن في الإنتاج وذلك من خلال التخطيط وفق أساليب علمية جديدة ومنظمة وفي وقت مبكر اعتبارا من بداية الشهر الرابع خلال الجلسة كل ما يتعلق بالخططين الإنتاجية والاستثمارية وهناك الكثير من الملاحظات حول الأداء والعمل لابد من كل فترة من عقد اجتماع دوري نراجع فيه خططنا ومشاكلنا وصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي للوصول إلى وضع الحلول المناسبة وخاصة أن القطاع الزراعي هو القطاع الذي تعتمد عليه سوريا حاليا في تأمين الغزاء للسكان وفي توفير احتياجات الصناعة والتصدير خلال الأسبوع القادم إن شاء الله يتم الانتهاء من الدراسات للأضرار اللي حقت بالجال والطاع الزراعي نحن قمنا بموافاة بشكل أولي للأضرار اللي حصلت لوزارة الزراعي اللي تم مناقشتها مع رئاسة الوزراء وبدأ بإعادة تأهيل هذه المباني حسب الأولويات حاليا نحن بهذا الاجتماع لوضع الأولويات والتي تحتاج إلى معالجة فورية لرسل الاعتمادات الفورية والمشاكل أو القضايا أو البنى التحتية التي تحتاج إلى تأخير أو لا يستضرر كلي لرسل الاعتمادات لازمين ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2023 تم مناقشة الخطة الاستثمارية لعام 2022 وما نفذ منها ونسبة التنفيذ ومناقشة الخطة لعام 2023 وتم التوجيه لكل جهة من جهات وزارة الزراعة بإعادة ترتيب الأولويات في الجهة المستهدفة ليتم تحديد المشاريع والتركيز على المشاريع التي تخفف من آثار الزلزة تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو ثلاث إلى خمس درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفعا جويا سطحي الترفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العديا وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام رياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة البحر خفيف ارتفاع الموج أعلنت مديرية العامة للموانئ عن إعادة افتتاح موانئ الصيد والنزهة في محافظتي تردوس واللدقية بعد تحسن الحالة الجوية أوضح المدير العام للموانئ العميد مهندس سامر قبرسلي في تصريح لبكالة سانا أنه تمت إعادة افتتاح جميع موانئ الصيد والنزهة في تردوس وأرواد وبانياس وجبلة واللدقية التي تم إغلاقها يوم الجمعة بسبب اجتداد الرياح وارتفاع موج البحر أطلقت مديرية الزراعة القنيترا حملة لقاحا لتحصيل حوالي 25 ألف رأس من الأبقار ضد مرض التهاب الجلد العقدي وذلك بهدف حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض التي قد تؤدي إلى هلاك القطيع بشكل كامل للحد من مرض التهاب الجلد العقدي وتفاديا لأضراره الإنتاجية والاقتصادية على الثروة الحيوانية تواصل مديرية الصحة الحيوانية التابعة لمديرية الزراعة في محافظة القنيترا بتقديم اللقاح المجان اللازم لتحصين 25 ألف رأس من الأبقار بعد توفير اللقاح اللازم لها ضمن حملات التحصين الوقائية والدورية التي تقوم بها الوضع الصحي للثروة الحيوانية بالمحافظة جيد ولا توجد أي أمراض أو جوائح مرضية في المحافظة مزارة الزراعة بالتعاون مع المؤسس العام للأعلاف بتسليم مقننات علفية للمواطنين الفلاحين ملاك الأغنام والأبقار لتخفيف وطأة هذا النقص الحاصل بهذه المواد تتميز محافظة القنيترا بطابعها الزراعي وانتشار الأراضي الخضراء مما جعلها المكان الخصب لإنتاج الثروة الحيوانية إذ يعتمد غالبية السكان على تربية المواشي لكن الظروف الراهنة جعلت مربي المواشي يعانون صعوبات عديدة من نقص الأعلاف وغلائها وغلاء الأدوية البيطرية اللازمة نحن كفريق طبي عم نقدم لقاحات لمربي الثروة الحيوانية على مدار العام وهلأ عم نقوم بحملة تحصين للتهاب الجلد الكتيل مرة سنويا وعم نقوم بلقاحات الحمى القلاعية وجدر الأغنام نشكر الفريق القائم على تقديم اللقاحات المجانية ومنطالب أنه كميات العلاف ما عم تكفي 25 كيلو علف للراس الواحد هون عنا الراس الواحد عم ياكل 12 كيلو الحلابة عم تاكل 12 كيلو باليوم منطالب أنه بيزيدون نياها يرفعون نياها شوي نتشكر كثير القائمين عليها ونطالب بزيادة مادة الأعلاف كونها غالية ونطالب بترخيصها ونطالب بترخيص الأدوية البيطرية وتوفيرها كونها في أدوية منقطعة وفي أسعار غالية نحن نشكر الفريق القائم على تقديم اللقاحات المجانية تعمل مديرية الصحة الحيوانية ومديرية الزراعة جاهدة على تأمين اللقاحات للثروة الحيوانية ومناقشة كل ما يتعلق بتربية المواشي للتخفيف من الظروف التي يمر بها المربون وللحفاظ على الثروة الحيوانية نظراً للأهمية الكبيرة لها مي أبو دقة لقناة سمى الفضائية القنيطرة انطلق مياه الأولوية للطرق الأكثر تضروراً تتابع مديريات الخدمات الفنية بالتعاون مع مجالس المدن تنفيذ وتأهل الطرق الزراعية في ريف الرق المحرر حيث شملت تأهل الطرق التي تعيق الفلاحين من ناحية الوصول إلى ألياتهم أو ألياتهم إلى أراضيهم ونقل المحاصيل إلى الأسواق تقوم مديريات الخدمات الفنية بالتعاون مع مجلس مدينة السابقة بتنفيذ طريق الحويجة تجمعات السكانية أن هذه طرق تفيد الفلاحين في الوصول إلى أراضيهم بالإضافة إلى خدمة التجمعات السكانية في هذه المنطقة نحن في مشروع طريق الحويجة ما يسمى الحويجة كان أولا على الدور القبل كان سيئ الطريق يعني بنقل المحاصيل كان سيئ واليوم الخدمات الفنية جدت مشكورة وقيد الإنشاء هو حالينا الطريق يعني لسا ما خلصوا الطريق اللي كان يودي مثل ما قال الأراضي الزراعية كان منزوء يعني لدرجة أنه ما الإنسان بمتور ركو ما يقدر يمشي به وتعاد واصلة ثقيلة يعني مثل تركتور مثل تحمل صفرة حنطة هذا كل ما تقدر تعد علينا بالتركتور والحمد لله جزاهم الله في خير سوونا الطريق وزبطونا إياه والله الطريق قبول كان موزيا خالص واحز الحمد لله بعد ما سوونا إياه قمنا نقدر نعدي عيالواسطات قمنا الحنطة الصفرة ولا قبل ما نقدر خاصة نعدي علي يعني بل ماشي بصعوبة شنو عادة الآلية لا بلحظ الحمد لله كالصدر الله خير مسونا إياه يواصل فرع السورية للتجارة بترطوص تسويق الحمضيات والخضار من المزارعين مباشرة حيث بلغت كميات الحمضيات المسوقة منذ بداية الموسم 650 طن من الحمضيات منها 400 طن سويقت للفروع في المحافظات و250 طن من نوع ما وردي تم تصديرها إلى روسيا إضافة إلى تسويق ما يقارب 125 طن من الخضار وأشار رئيس دائرة تسويق بالفرع الدكتور نزي حسن إلى انخفاض الكميات المسوقة من الحمضيات لأن الموسم شارف على النهاية والفرع غير قادرا على تسويق كامل الكمية المعروضة من الأصناف المتبقية وبين حسن أن الفرع عمل على تعديل أسعار الحمضيات المسوقة من المزارع بعد ارتفاع أسعارها في أسواق الهال لكنه لا يستطيع مجارة هذا الارتفاع وعدم الاستقرار ما دفع بعض المزارعين إلى تسويق المنتجات بأسواق الهال نقشت لجنة محروقات طرطوس واقع المحروقات في المحافظة واحتياج القطاعات وفق الأولوية كما أقرت خطة توزيع المشتقات النفطية وفق برنامج التموين المحدد من قبل وزارة النفط بالاستمرار بتخفيض 15% من المشتقات النفطية باستعر الحر والاستمرار بتسليم المداجن المرخصة حاجتها من المازوت الزراعي كما تقرر التوجيه بإبلاغ جميع جهات القطاع العام البدء بإجراءة قطع بطاقة إلكترونية لزوم حصولها على حاجتها من مادة الغاز وخلال الاجتماع تم دراسة طلبات الجهة العامة والخاصة من المازوت لتنفيذ مشاريعها والبت بها وفق القوانين والأنظمة والمتوفر من المادة أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديثة السورية عن إعادة تشغيل قطارات نقل الركاب أوضحت المؤسسة أنه سيتم تشغيل القطارات على محور ترطوص التي قياه بالعكس كما أشارت إلى أن ذلك يأتي تزامنا مع عودة دوام الجامعات وبما يتناسب مع مواعد دوام الطلاب ومعظم المواطنين ووفق نفس لائحة الأسعار مع الاستمرار بالتخفيضات التي تشمل العديد من الشرائع وهذا نكون وصلنا إلى ختام نشرتنا دمتم بخير